الحمد لله الحمد لله الخلاق العليم العزيز الحكيم لا يخاف بعلمه ولا يعلم الخلق شيئا عنه إلا ما علمهم ولا يعلم الخلق شيئا عنه إلا ما علمهم دلهم على قدرته بمحبوباته وظهره على علمه بآياته وجعل أبدون الغيب ستارا لا ينسف شيئا منه إلا بأمره حالم الغيب فلا يدهم على غيبه أحدا إلا من اقترى من الرسول نحمده حمدا يا يوكبه وكل حمد نحمده يغصر عنه ونشعره شفرا يزيد بنعمه ومهما شكرناه لا نذيه حقه ولكنه حفو كريم بره الرحيم وأشكر أن لا إله إلا الله وعده لا شكرناه وأشكرناه محمداً عبده واصره وأمينه على بحيه وقالت من رسوله وآمن آياته وترامى وعحمة مخمي سبحانه ما علمه فزاله ما علمه ومارات عبد الله تعالى وعقولية ومحبة وخففا ورجاء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد أن تردوا الله تعالى واضعون وأضبطوا له وأسلموا فإن شادهم سبحانه العظيم وإن حب الله علينا كبير وعب الإيمان ولي حقب عبه الإيمان إلا بالاستسلام وليستسلم إلا بقلب سريح إلا بقلب سريح من الشرك والشرك والعور بلا من أسلموا كهو الله بلا من أسلموا كهو الله وهو كنسهم فله من قلبه ولا ربهم عليهم ولا هم يحزنوا أيها الناس ما أحبب الله تعالى ومن أكبر الإنسان وما أحبب الله سبحانه ومن أضعب الإنسان ومن أضعب الله ومن أضعب الإنسان ومن أضعب الإنسان عباد الله تنفسوا عوامته سبحانه في صدته وآياته تنفسوا كنسا ومن أضعبهم وما دعوكم على صد كما أوجد في هذا الكون من بشر وحيوان وطير وجمال تأمل آياته في تقبل القلوب وتقبل الأجواء وتبدل الأحمال تأملها في تهزم الناس والدول والهم كم من جبال قصمه وكم من عزيز أهله وكم من غني أكبره وكم من دول سادة مبادة وله سبحانه في كل يوم أفعاد ومقادير ورطية لا يحسيها غيره ولا يقدرها سواه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء تلكم في أفعال رب سبحانه إن ربك فعال لما يريد لا يريد بها علم سواه ويعلم ما في البهر والبحر وما تصف من غربة إلا يعلمه هذه الأدعاء والمالية التي تحارفها البطول وتذهب من كثرتها وطقتها وتقوعها الفوس قد ظل فيها كثير من المشر وهي بوابة الإلحام وهي بوابة الإلحام لمن لم يؤمن ويسلم ويضيب الشمك والأبتياه لمن أضحف عقناه في الغير المسلوم وتتلف تشتر قدر المطلوم وبحث عن علاه وبحث في علاه أفعال الله سبحانه وتعالى وجعل شبط الإيمان أن يعلم علتهم لفعل لله تعالى وحكمتهم لقبل قدره سبحانه قليل من الملاحنة الذين أنقوا الله تعالى نشأوا على الإلحام لأن الإيمان بالخارج سبحانه وحكمتهم بل إن أكثر الملاحنة قديماً وحديثاً لتعليم أفعال الله تعالى ولم تستسلم قلوبهم لشوحه ولم تقبل وتسلم بقدره بل اشتغلوا بمالا وكيفا ولمانا بالإعزراض على أفعال الله سبحانه وعنى الوافد وأميها لماذا وكيفا ولماذا زارت رقول الأثقية وفسدت قلوب الأثقية ما ارتكست بعد استقامتها وارتكست بالشك بعد ذقيها وامترست من الضحون برد تصديقها وامترست من نفاق بعد إقمالها يمتر الواحد من هؤلاء من هؤلاء المكتورين بدكاله وحدة عقله ويحتكي أن تسليماً يفعل الله تعالى دون المعارضة مخالفاً للعقل وأن إيمان هذا ضيبه ليس إلا إيمان العواب والعجائز والمبلقة وأن العقل المدرة على اسم الضيب وتعليل الفعل والإطلاع على سن القدر حتى مال لا تقال على الحقي إلا العقل فما يوضح الشيطان بشيء طوحهم بريزة بإطلاع يقتنزها ويعطوها من الإيمان من الشعر هو المحور يمتي الشيطان على قلبه قاملاً من السموهات وسيداً من التساؤلات لماذا يقوم الله تعالى المصار هو ما يعرفه ولماذا يمتيهم على المسل وهو طالب على حقله من أصفهم من الإيمان وإذا قال الله تعالى لا يعتبروا معدامه الآخر من الناس يبقار المص يا ويحكمتهم ويحكمتهم في خلق إمجال حيارنا وأطليق أي حكمة في تصليق أعدائهم على زل يسق送 عضاء وأسل ه ليس الذلاب ويركي حكمته إلى أن يصل إلى إنكان قدره وقدرته ثم إنكان مجوده إنها قطواته يتبعها الشيطان على من يحاملون ملوج هذه الأقواب المنصدر يرى الله المنصد كافراً من عامل أو كاجراً طالماً وطالماً ويرى في مقابله مؤمناً معذراً وعثاً صالماً طالماً ويغذب الشيطان في قلبه دماناً يعذب الله تعالى أولياء وينعيه معداء كانت يحرر من سطوان يحرر من المبتنين من الجزمى غيرهم فيقول أرحموا صادقين يفعل هذا يريد أن يمكن رحمة الله يقول لو كانت رحمة ماذا علاها وهذا من جهنه لم يعدنا من اقتلال من الحكمة ورحمة والمصر ورحمة 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 لم يعدموا سيئاً ويحترمون على صلاة العلياً الحكيم في أفعاله أولي على عباده ينبون رحمة أرحم الراحمين وهم يعيشون في كنهها وتجد رحمته سبحانه وليه في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة في أبدالهم وأرسالهم وأهلهم وأولادهم وفي كل شؤونهم من عاداهم من عاداهم ومن عاداهم ومن عاداهم ومن عاداهم ومن عاداهم ومن عاداهم ويهل الله تعال وتل الإنسان ما أقر وكثيرون ممن اعتبروا على شيء من شجعة الله وصدقوا الناس ومتشاقلنا عُقِدوا على ذلك الاعتراض على العادلة والتشديد في قدرته أو في حيوته وكثيرون بمن اعتبروا على شيء من الشجعة ببدايات لهم لم يظنوا أن اعتراضهم سيقعوا به إلى الشبك والمسيار وأن يوصي لهم إلى الزندقة واللحام ولكن من تأمل قول الله تعالى فلحد للذين يخالفونه عن أملك أن تصيبهم فتنة أو مصيبهم على أبنين علمهم مورة الأرض ولم يمنع ذلك سيق وأمسك لسانه وقلبه عن الاعتراض على شيء من أبن الله وكما من شخص اعترض على أبنين شرعين رآه صغيرا انت انتهى من الله من ذنبه وكما من أبنين اعترضت على الحجاب فانتهت إلى الإلحام وسر ذلك أن من أن من انترى على محرم فأباه أن من انترى على محرم فأباه أو واجب فأصفته أو اعترض على شيء من الدين فقد كسر حيبة الشريعة في قلبه وهان صاحب الشريعة سبحانه في نفسه فانتقى اعتراضه من المسي إلى الكل وساب من اعتراضه على الشريعة يعتلم على أكراد الله وقضائه في عباده إن الاعتراض على حكم الله تعالى وطلب العلم لأفعاله كثير في الناس حتى سرطين أنفاء وأنفاء يقولونها فيها قلة أدب مع الله الله وسبو ظنينه سبحانه ولا سيما إذا رأوا فضاء يصر على من يطلونه لا يستهيبون أوراق فرمان من يطلون أنه مستهيبون وهذا البلاء العظيم والداء العظيم بترحب الإنسان ما لا علم له به والسعيد إدراكي إلى الأفعال وفي سبحانه والاعتراض على قدره يتصرف اليوم إلى شباب المسلمين يتصرف اليوم إلى شباب المسلمين وتياتهم عن ضريق الروايات العربية والإذنية وكتابات المفكرين والضميين والملحدين تلك الكتب والمقالات والروايات التي نزول لها وللأصحابها بعض رسالة التناصل هي مليئة بهذه الأسئلة والاعتراضات فلا يقرر أحد منه إلا كرع من الشروهات ما يضطي قلبه وعب من الضلاء ما يرمي بصيغته فلا يلبث إلا جزيما ثم يظهر تمرده عن الله تعالى وضعنهم بشبيعة ولو كشبت لكم قلوب من من افتلاتت ألزلكهم ببعض ضعب شبيعة الله تعالى أن الإعلاميين والفكرين لغايتهم الشكة والنبوضة ينهوها والتبطر والقلق يمزقها والصدى والظلمة وتضطيها وتهجبها عن نور الإيمان وسبال القرآن فاحبثوا الله الذي عافاكم فاحبثوا الله الذي عافاكم وحصروا بالقرآن قلوبكم وربطوها على التسليم والإمتياج لله تعالى ولا تبتحنوا ما هو جبعاكم فبمن ضل قبلكم من رأس لكم نسأل الله تعالى أن يحببنا من الزيق وأن يعصبنا من المتنى ويوزقنا التصديق التصديق بخذره والقياد من شمعه تتسليم بعلمه وحكمته والرضا بفعله وقدره ربنا لا تزد قلوبنا بعدين هديتنا وحبنا من الله وتتسليم الحمد لله حمدًا من الزيق بالاستجابة اليمة يا أيها الذين آلوا سجيدوا لله والرسولين أدعاكم إذا دعاكم يمكنكم معلمكم أن الله يحمر بين المرور وقلبه وأنه إليك يشعر أيها المسلمون إن ممتظى إيمان إن ممتظى إيمان العكي لأن الله تعالى قلق الكون وأحكى وأنه لا يجب للكون وما فيه أن يسير بهذا الانتظام إلا يدبر عليم قدير يجب أن يقوده إلى التسليم والإقرار لأنه سبحانه لا يقف ولا يقعد إليه الهكمة ولو خفي ساله الهكمة عن العباد المريد وهذا قلي كبير ليراد على قلبه من الأفعال الجزئية ما لا يتفق حكمته غلاج عن قلبه بهذا الشيء الجزئي الصغير بل يضعه إلى الأمر الكلي الكبير وهو رصم الخلق والقجون ويقضي به على هذه السورة وليعلم العمل أن الفكمة تابعة من علم والقدوة فمن كان أعلم وأقدر تامت أفعاله أحكم وأكمل ورغوا صحانه مهدد بكمال العلم والقدوة وحكمته بحسب علمه وقدوته فأنا للعرب الجاهل أي مدرك حكمة العليم القديم إن حتبها عنه وتأملوا قبل الملائكة عليهم السلام وحكم علما وحكمة وقربا من الله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم حكيم ومن امتري بك الموت الوائد من الشبهات على قلبك فليبجأ إلى الله فليبجأ إلى الله ويكثر من ذكره سبحانك ليبتد أسواس الشيطان ويوضي الموعد الدعاء الضالي النبار الذي جاء عقل بكر الشبهات التي تزيغ فيها الولود ربنا نأخذ قلوبنا بعد انتحليسنا وهمنا من ذلك رحمة إنك أنت وحك ويبنع القرآن ففي إبنى المواهب العقلية ما ينتحق هذه السلوحات وفي سباة الله عز وجل ما يبلغ من قبل الإنسان وتعريف من ربه سبحانه وما حال المعسل على أفعال الله تعالى لجهره لحكمتها لإلاك حال من وصل الله الله تعالى بقوله من كذبوا بما لم يجروا بعلمه ولما يأتي من تغيره كذلك كذبا من قبله فأقلوا كيف كان عاقبة الظالمين نعم الله لن تخيروا بعلمه فكذبوه ولو أردوا عقوله فيما خلطت ولو نتخموها بما لا علم لها نسلمت وسلم إن الشمع لا يوسم الله تعالى ولو كان لا يبعو الله بمدره سبحانه ولما نكم الإعزال والإدلال في آية لتاق الملك ونزعه رؤب عليه بيدك الخير إنك على كل شيء خليل فإنكم الخير فذكب الخير ولن يذكر الشر مع أن نذكر الله ونزعي الملك شرم بالنسبة من أصابه لكن به من الخير ما يضع على الشر ولذا ولذا قدمه الله تعالى فتلك طريقة القضاء بعد نزعة الشر بالله تعالى تأمل بلما أخذ الخليل الراه عليه السلام مع الله تعالى حين عرف به من قانا وإلى المجل ظنفة واشفين فلم ينسوا المرض لله ونزم الشباء له سبحانه وموة الصالحين من الجن فينا قالوا وأن يلا بدي أشغل مريك بمن بالأرض أمرات لهم ربه وشد فحقو الشر بزيغة المجهول لأن لا ينسف إلى الله ونزم المشد إليه سبحانه فالشق لا ينسف إلى الله وإن كان داخلا في عموم خلقه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليك وتعلم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من أدب النبي صلى الله عليه وسلم عن الله حين قال وكان يكير من دعائه في صلاة الليل لبيك وسعدين والخير كله في لديك والشغر سيديك أو المسلم ما أحولنا في هذا الزمن أنه تلاغمت فيه بزيغة وجاء أخذ الحال بكفره وأطرد منابعون نفافه إلى تعويات القلوب بالإيران والتنوى وتحفير الناش أهل كثير ومناث تدى كاذب وذلك من قرس تعليق الله عز وجل في قلوبه والاستسلام منه والنباب ما أحولنا إلى نارس أسماء الله تعالى وصفاته وعبر سنة العرب وعبر مين لله تعالى من الملائكة والمسلم والصفحان والتابعين وإذن هزا والمين لتأسفهم وعبر سنة والحليفين من الثالثين الاعتبار ما آدت بهم مبولاتهم من الشك والضيم والنهود ودنها كما عرض الله تعالى عصة في العرب ويقوم له ثم نهايته الأليمة وفي ذلك عبواته للمعتددين هذا وصد وسلم على الريم كما الله بذلك ربكم فقال عزا الله لا لا كتاب صد على النبي يا يو أدنا من صد عليه وسلم تسليم والله مصد وسلم وتب مالك عزيزينا محمد اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمسلكين وذنب العداء كعداء الدين يا أبو العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولا تأمورنا واجعل ملاياتنا في مخافك واتقاك واتبع لطاك يا أبو العالمين اللهم يوم مقلب القروب ذنبت قلوب من على دينك اللهم يوم مقلب القروب ذنبت قلوب من على دينك الله يَمَنْ قَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبًا عَلَى دِينِكْ يَرَبْدِ الْعَادَمِينَ عِقَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الْعَلِّي وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاهِكُ بُقُّوَّعَ وَإِنَّا عَلْكَ عَشَيْ وَالْمُكَرِ وَالْبَغِيْ عَلُّمُكُمْ بِعَلَىٰ كُلَّكَ تَلَكْتَوْتَ الله عَلْمَ جَدِي لَيَلْقُرُكُمْ وَاسْكُقُوا عَلَىٰ نِعَبِيْ يَنْزِدْكُمْ وَالَذِي قُلَّهِ أَكْرُوا اللّهِ عَلَىٰكُمْ وَا تُسْنَعُونَ